صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صباح بكرة أحلى السبت من كل أسبوع في نفس المعاد من الساعة 8 لتسعة طبعا زي ما معودينكم إحنا منبتدي بالشائعات وامسك إشاعة بس قبل الإشاعة عايزة وضح إن إحنا بنقول حقائق مش بنقول بس إشاعات ومنرد عليها عايزة أقول لكم إن وزارة الصحة أعلنت أمس الكشف عن أول حاملة فيروس كورونا شخص أجنبي أثناء دخوله مصر ما كانش عليه أي علامات خالص أي أعراض لفيروس كورونا ومع ذلك نجحة وزارة الصحة والحجر الصحي في إنه يكتشف هذه الحالة مش عايز حد يقلق لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده إن دي حالات بتيجي من بره وإحنا عندنا إجراءات حاسمة بدليل إن بمجرد دخولها رصدناها وتم فحصها رغم إن ما كانش عليه أي علامات لهذا الفيروس ده بيأكد لكم إن إحنا بنقول لكم حقائق كمان مش إشاعات ومنرد عليها وكمان إن الدولة ما بتخبش حاجة على المواطنين وبتتكلم بصراحة وكمان يعني منظمة الصحة العالمية أشادت بدوت وكمان أكدت إن مصر قادرة على احتواء هذا الفيروس والحمد لله إن تم السيطرة عليه واحتجازه لانتهاء فترة حضانة الفيروس اللي هو اللي 14 يوم دي جزئية ندخل بقى في الإشاعات الإشاعات بيقول لك شروخ وتشقوقات في كبري تحيا مصر الكبري لسه معمول وكبري معمول على أعلى مستوى كلام ده غير صحيح تماما بل محافظة القاهرة بتؤكد إن حركة الكبري سواء رايح أو جاي في الاتجاهين شغالين بانتظام وما فيش أي مشكلة وكمان بيتم عمل الصيانة الدورية للكبري ومش الكبري بس لأ ده كمان إيه لكل منظومة الكباري والطرق في مصر ويمكن إنتم شوفتم إن فيه تطوير كبير جدا في عملية الطرق وتطويرها يعني في كل أنحاء الجمهورية عندنا كمان إلغاء مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين طبعا الكلام ده مش مظبوط وما زالت المسابقة زي ما هي بل لو بيتم تنقيتها زي ما أنتوا فاهمين وزارة التربية والتعليم نفت هذه الإشعة عندنا إشعة تانية اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث من مجانية التعليم طبعا كلام برضو مش مظبوط لأن الإشعة دي طلعت من فترة وابتدت تزيد في مبارح لا وزارة التربية والتعليم بترد وبتقول أن مجانية التعليم حق لكل مواطن حكاية التنظيمية حاجة وحكاية التعليم موضوع تاني خالص ما فيش حد يقدر يقرب لمجانية التعليم لأنه ده مستقبل وطن عندنا عندنا تاني تأثير حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس كورونا بالصين كلام مش مظبوط خالص قناة السويس شغالة بشكل منتظم وبتحقق إرادات ما شاء الله كويسة الكلام ده مش مش مظبوط لأن بيمر عليها يعني 1645 سفينة في الاتجاهين يعني طبعا كلام دوت في شهر يناير يعني عندنا تاني بيقول لك تعاقد وزارة الزراع على استراض صفقة لحوم فازدة ومنتهية الصلاحية ازاي يعني يعني حتى يعني بالمنطق كده عشان تدخل صفقة لحوم لو فيها شك واحد في المية بيتم إلغاءها تماما وهو بالمنطق ان في حكومة او شرك او اشخاص يتفقوا بتآقد على صفقة لحوم منتهية الصلاحية يعني اللي اختاشوا ماتوا يعني والله يعني حتى الاشاعة ما فيهاش منطق ولا عقل يعني مش محتاج ان انا اكذبها المفروض انتم يعني تردوا على الناس دي بيقول لك طرح الحكومة 361 قطع أسرية للبيع بأحد المزايدات بأمريكا احنا بنجيب القطع الأسرية من بر اي حد بيبقى سارق قطع أسرية من تاريخ بلدنا عندنا يعني مجموعات مختلفة غير الوزارة الأسار والى اخره يعني بيروحوا يجيبوا الحاجات دي وبيبقى فيها يعني محاكم وفيها يعني حاجات رسمية عشان تيجي مش احنا اللي هنروح نبيع حاجة من تاريخنا عندنا تاني إشاعة تاني بتقول الزام وزارة الأوقاف لأمه بتسجيل خطبة الجمع طبعا وزارة الأوقاف بتقول فيه آليات رقابية بالنسبة منها إجراء يعني تفتيش إداري ودوري على كافة المساجد لكن مفيش الكلام ده خالص حكاية ان يعني الزام وزارة الأوقاف الأئمة بتسجيل خطبة الجمع الأئمة مش ملزمين انه هم يسجلوا خطبة الجمع فالكلام ده برضو مش مزبوط فيه عندنا يعني حاجات كتيرة من الإشاعات وتجذبها عايزة أقول لكم إن فيه النهاردة الساعة 2 ونص برنامج ليف ورجع تاني على إذاعة القاهرة الكبرى الساعة 2 ونص بعد الظهر فترة الضم بنتكلم عن ليف ورجع تاني مع وجد وزيري عن الإشاعات وعن الحقائق هتجدوا يعني أمور كتيرة فهذا الصدد وكمان من السبت للخميس معادة بس السبت اللي هو النهاردة بيبقى 2 ونص من الحد بقى للخميس الساعة 9 ونص صباحا على إذاعة القاهرة الكبرى ليف ورجع تاني مع وجد وزيري ياريت تبقوا تتابعونا لأن الفقرة لها علاقة بالإشاعات وتجذبها وليف ورجع تاني فيه حاجة مهمة النهاردة عايزين نلفت نظر أولياء الأمور ليها فيه لعبة اسمها تيك توك تيك توك هي عبارة عن اتنين بيتفقوا على واحد إزاي الاتنين بيتفقوا إنه واحد يقف من ناحية اليمين واحد يقف من ناحية الشمال اللي في ناحية اليمين يروح ناطط واقف اللي في ناحية الشمال يروح ناطط واقف اللي في النص بقى زيهم يروح ناطط ويجي يقف يروحوا الاتنين كل واحد شايل رجل من رجلين يروح إيه واقع المصيبة إن فيه الطالب جاله شلل رباعي فنخلي بالنا الكلام ده تبتدوا في المدارس الخاصة يعملوه فياريت نحذر أولياء الأمور في الموضوع ده إنه ما يتعملش طبعاً النهاردة كده احنا خلصنا الإشاعات معنا النهاردة المستشار بدوي علام رئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة نائب رئيس مجلس إدارة المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية المستشار بدوي علام هو شخصية عام 2019 المستشار بدوي علام البرنامج النهاردة حلقة كاملة مع المستشار بدوي علام شخصية 2019 بنكرمه وبندفع بقدروا لني كتير جداً من الناس نفسنا تقلد هذا الرجل المحترم النهاردة حلقة خاصة عنه هنتكلم في أمور كتير ومنها يعني غير التكريم هنتكلم في التعليم ونتكلم في أمور شتى انتظرونا بعد الفصل صباح الأمل صباح السعادة صباح بكرة أحلى وزي ما قلنا لكم احنا حلقتنا النهاردة حلقة خاصة مفهاش فقرتين فيها فقرة واحدة لتكريم شخصية عام 2019 تكريم شخصية عام 2019 المستشار بدوي علام رئيس مجلس أماناء محافظة الجيزة نائب رئيس مجلس إدارة المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية شخصية متميزة في نشطها في خيرها في تفاعلها مع الآخرين يعني بيعظم دور الدولة بيحاول يبقى موجود في كل مكان مع أي حد عشان يقف جنبه نورتنا سيادة المستشار شكرا نفهم بالألف شكرا عن مقدمة جميلة دي لا انت تستحق أكتر منها وعايز أقول لحضرتك يعني أنا أولا أنا سعيد أني موجود مع شخصية يعني لها يعني قامة كبيرة زي الساعتك في صباح بكرة أحلى الله يبارك فيك شكرا جزيلا سيادة المستشار بدو علام 2019 تعني لك إيه في كل ما حدث فيه يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة مصر بتتقدم يوم عن يوم في مشروعات عملاقة تم افتتاحها في عام 2019 فيه أمن وستقرار فيه دولة بمؤسستها فيه كل شيء الحمد لله مصر رجعت إلى ما كانت عليه في السابق وده بفضل ما ربنا سبحانه وتعالى الكل يعمل لإنجاح مصر منظومة قضها السيد الرئيس عفتاح السيسي بأن مصر لازم تبقى قد الدنيا وإن شاء الله هتبقى أحسن دولة في العالم بإذن الله وهتبقى قد الدنيا بالشخصيات العظيمة اللي زي ساعتك سيادة المستشار بدوي علام ليك أيدي ميضاء في أمور كتيرة يمكن يعني الناس أنا جالي تليفونات كتير بعد ما نزل خبر في جريدة بكرة أحلى بيقولولي إنك إنت في حاجات من تحت الترابيزة بتعملها حاجات بتبقى لله وفي حاجات اللي هي بيبقى غصبا عنك إنها بتبقى بينة لإن يعني بيبقى معلنة وعايزة حد يقف جنبها وإنت يعني بدون محد بيقولك بنلاقيك واقف إنت شخصية عظيمة فعلا وخلينا نقول إيه يعني أنا البرنامج سباح بكرة أحلى وجريد بكرة أحلى في آخر البرنامج هنتشرف بإن إحنا يعني نديك التكريم بتاع ساعتك لأن ده بعد تحقيق استقصائي لفريق عمل كبير يعني عايزين نقول الأول إيه حكاية عيد الشرطة السنة دي عملتين السنة دي والله هو طبعا إحنا يعني بقلنا أكتر من مرة يعني بنهنئ الشرطة الباسلة اللي هي بتصهر علشان الناس تستريح وتنام بتأمن أمننا فكل سنة لازم نهنيهم بعيدهم وده عيد مصر كلها إحنا لا ننسى دور الشرطة في أيام الاحتلال والعدوان ولا ننسى أنهم ما سبوشي الساحة للمستعمرين ولكن كان على جساسهم أنهم ودية دية يعني بقىنا 68 سنة نحتفل بهذا العيد لأبنائنا البواسل فبنهنئ مدير أمن الجيزة ومأموري الأقصام والأقصام وأبنائنا من صف زباط إلى قادة في الشرطة في هذا اليوم وده طبعا إحنا عقوم علينا صحيح وطبعا ما ننساش يعني تحية للسيد وزري الداخلية طبعا على المجهود اللي بيعمل طيب أنا هقول لحضرتك أنا فيه أسئلة كتير كنت أعيز أحكيها لك وأقول لك عليها وترد عليها بس هنقولها ويمكن دي عشان كده هي حلقة خاصة للمستشار بداء وعلام النهاردة بس قبل ما نسأل الأسئلة دي عايزين نعرف الناس بالشخصية اللي فيه ناس كتير أو يعرفاها بس فيه ناس كتير جدا يعني متبقاش عرفاها لعدم اختلاطها به لأن حتى حاجات بتعملها ما بتبقاش باين في الصورة فأنا عاوز أعرف الناس بشخصية المستشار بداء وعلام من أساسه لحد دلوقت هو بداية يمكن كان نفسي أعمل في مجال التعليم لأن دي رسالة ومش حاوزين ندافع عن التعليم الخاص وفعلا التعليم الخاص مظلوم من بعض فئات المجتمع لأنهم بيعتقدوا أن هذا القطاع قطاع استثماري واستغلالي لأولياء الأمور ولا يعلموا أن هذا القطاع مصاريف محددة من قبل الدولة وأن الزيادة السنوية لابد أن تتم عن طريق برضو الدولة ولا يستطيع صاحب مدرسة خاصة أنه يزود جنيه على أولياء الأمور طبعا نحن نعلم أزمة الكسافات في مصر فلولا وجود التعليم الخاص كانت الكسافة ما كانت بقى لا يمكن أن نوصل إلى حد هذا الحد لو تخيل أن 3 مليون طالب رجعوا تاني للتعليم الرسمي هتبقى الكسافات كام؟ نحن بعد المحافظات النهاردة كسافاتها بتوصل أكثر من 100 طالب في الفصل وفي المناطق العشوائية بتزيد عن هذا الحد فلجأنا لأننا لازم نبدأ أن نعمل في مجال التعليم الخاص ونساعد الدولة وفي نفس الوقت الرسالة بنعلم أجيال نعلمهم القيم والأخلاق والمبادئ نعلمهم إزاي أنتموا إلى هذا الوطن ولطراب هذا الوطن فمن هنا بدأنا انطلقنا للتعليم الخاص والحمد لله إحنا بقلنا 33 سنة في هذا المجال ويعني أعتقد أننا ما قدناش اللي علينا برضو لسه لأننا لازم ندي لمصر الكثير مصر ديتنا كلنا وعلمت الناس كلها وإحنا عايشين كلنا من خيرنا فلابد أن إحنا نساعد الدولة عن طريق المشاركة المجتمعية إحنا في عندنا مدارس حكومية طبعا الإمكانيات المادية لا تؤهلها أنها تؤدي دور الأنشطة لطلابها النحية التعليمية لطلابها فده دور المجتمع المدني ومن هنا لما دخلنا مجلس الأمناء مجلس الأمناء دوره مساعد ومعاون للعملية التعليمية يعني كل مجلس الأمناء في مدرسة أو إدارة أو مدرية أو على مستوى الجمهورية المجلس الأعلى ده داعم للأعملية التعليمية يعني داعم للأنشطة الطلابية بيوفر احتياجات المدرسة الحكومية هو ضرور مهم جدا في المدارس الحكومية لأنه بيدعم المدارس الحكومية بما تحتاج إليه مدرسة ما فيش فيها أنشطة بيدخل هنا القطاع الخاص أو رجال الأعمال يدعموا هذه المدرسة بدرسة كفائتها ما يشفش عالية لابد هنا رجال المجتمع المدني يدخلوا يرفعوا كفائة المدارس دي حتى نصل بأبناءنا الطلاب أنه يحب التعليم وده الهدف من منظومة التعليم الجديدة مش التعليم للحفظ ولا التلقين التعليم للتعلم وناخد من حالتك جزئية في الحتة دي أنا استغربت أني وسلت مساعدتك يعني الأول قالوا لي أني مش إدارة بلا الدكرور بس لا ده جميع إدارات الجمهورية فاستغربت أنك كمان مدرسة زراعية في العياط أنت تبرحت بعشر تلاف كتكوت خمس تلاف كتكوت خمس تلاف كتكوت يعني وأصبعوا هم افتريقوا منه بأفريق خلاص إن شاء الله يعني برضو حاجة غريبة أن حتى كتاكيد ما بتسيبهاش يعني حتى البناء تسيبهاش هو ده الهدف برضو لأبناءنا الطلاب اللي هم في المدارس الزراعية المدرسة دي كتنهموا لأ الحقيقة والفضل الله في أن ترجع تاني للحياة كان بعض الناس بتستولى على أراضي منها ولكن الحقيقة مهندس هيئة أبناء التعلمية المهندس عبد الناصم مدير فرعية أبناء التعلمية في الجيزة مع الأستاذ خالد حجازي وطبعا تحت رعاية معالم محافظة الجيزة رجعوا المدرسة دي الحياة مرة أخرى وده كان لابد أنها تدعم بكل شيء علشان تقدر تنهض وتبقى مدرسة زراعية فعلا بمعنى الكلمة طيب بالنسبة امتحانات الصف الأول والتاني الثانوي تعالى بقى ندخل بقى في الجد نعم إيه الحكاية؟ يعني إيه الحكاية فيها؟ هو يمكن السنة دي نبدأ بالصف الثاني الثانوي اللي امتحن على التابلت ايه اللي امتحن بالسنة اللي فاتت على التابلت والسنة دي امتحن على التابلت تمام وكان في بعض مشاكل العام الماضي اه بدأت في شهر مارس السيستم ويع ايه بدأ وفي شهر خمسة العملية بقت كويسة جدا يعني بس بنسبة كفاءة عالية تمام الدولة علجت أو وزارة التربية والتعليم علجت المشاكل اللي كانت فيه المنظومة الإلكترونية اه وبدأ الطلبة السنة دي لما دخلوا على السيستم كل الطلبة 70% أو 80% من الطلبة امتحنوا إلكتروني ايه والتصيح تم إلكتروني والنتائج برضو رجعت لهم تاني إلكتروني على السيستم وعلنت على الإلكتروني لكن هو بعض أولياء الأمور للأسف لما نزل الرسم البياني وكل رسم البياني له معنى يعني اللي فوقه 75% مثلا الأزرق وكذا الألوان اللي تمت في الشهادة الأولاد صاروا وهاجوا ولو إن داحنا بنقول يا جماعة الممثل الشرعي لأولياء الأمور هو مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية مجلس الأمناء بيوصل صوت أو لأنه هو منوط على أن لو فيه مشكلة الولي أمر هو اللي بيقدر يوصلها للمسؤولين لكن موضوع الفيسبوك وموضوع كل واحد بيكتب ويهاجم وكل واحد مش عاجبه أي حاجة وإحنا في مصر مئة مليون مفتي في كل شيء في التعليم في الدين في كل شيء يعني كل واحد عاوز يمشي الدنيا على زي ما هو عاوز وينقض زي ما هو عاوز انقض زي ما انت عاوز بس عاوزين نقض بناء صحيح مش هدام لا نجرح في أحد ولا نشتم يعني نسب أحد صحيح وزير التربية والتعليم من أول ما تولى المسؤولية هو عاوز جايبه مهمة وتكليف معين ان احنا نغير نمط التعليم في مصر عاوزين التعليم احنا اقل من دول احنا السباق احنا التعليم عندنا قبل اليابان والصناع عندنا قبل اليابان اليابان فين وإحنا فين دلوقتي صحيح فاحنا لازم نوصل للمستوى العالمي فالراجل بدأ بكيجي وان وكيجي تو وقول ابتدائي وتاني ابتدائي منظومة جميلة جدا ويمكن أولياء الأمور لحظوا ان الطلب حبة المدارس ان الأولاد الزغيرة دي اللي كان بتصل لـ 11 و 12 بالليل في الواجبات عشان تعمل واجبات وتجري على الدروس خصية فما راح الكيجي وان وكيجي تو الأب والأم يودي الأولاد دروس خصية ودي كارسة من الكوارث فالمنظومة الجديدة عشان نقضي على الدروس الخصية وإلغاء عقل الطالب النهاردة أصبح في موضوع التابلت يعني النهاردة الأولاد فقولها سنوي امتحان ورقي بس نمط الامتحانات تتغير عن الأول فالدنيا أيمة وده ازاي وده وإحنا ما خدناش ونخدنا لا المفروض ان احنا نمشي زي دول العالم كلها ما هي ماشية ان الولد مش هيحفظ كتاب مدرسي ولا الامتحان هيجي من الكتاب المدرسي مباشرة هو بيقيس مستوى الفهم والذكاء في الطالب صحيح فالنهاردة لو دخل الناس كلها السنوية العامة كانوا بيجيبوا 110% وبيدخلوا الجامعات القمة وفي الأسف كانوا ما بينجحوش من الصف الأول ليه لانهم حفظوا واخدوا على السناتر والسنوية العامة النهاردة وإحنا كلنا نعلم ان كل أولادنا في السنوية العامة قاعدين في البيوت ما بيروحوش مدارس لأنهم معتمدين على السناتر والدروس المترتبة ورابعة ده تكلفة 70% من دخل القصة المصرية للدروس الخصصية صحيح فإذا لما يجي يجي لمطالب النهاردة السنادف تانية سنوية معاهد الكتاب المدرسي داخل بأوبنبوك معاه معاهد تابلت عليه كل المواد وفي نفس الوقت محتار إنه هو ازاي لأنه متعود على نمط معي فأصبح النهاردة وإحنا بنمر على اللي جان بالنسبة للطلبة الدروس الخصية جات منها حاجة يقول لك أبدا ما جاش منها حاجة خالص نهائي إذن طيب إذن الترمي التاني الطالب هيبدأ يعتمد على نفسه ويعتمد على شخصيته وإن هو يفكر وإن هو يبحث عن المعلومة بنفسه وإن هو يستخدم المعلم مش كإنه ملقن لا هيبقى ميسر ليه فقط وعيبق عليه المسئولية كاملة طيب عدم طباعة الكتب لبرحلة السنوية أنا أعيز أعرف في إيه سببها والله هو ده أحسن قرار النهاردة أنا عند التابلت محمل عليه المواد كلها طب أنا أطبع كتاب مدرسي ليه تكلفة الكتب بتدخل في 2 و 3 مليار جنيه طب أنا مدي للطالب تابلت عليه كل المواد هو عاوز يطبع بقى يطبع على نفسه وبالتالي لازم هو يبحث ما هو النهاردة الكتاب بيلجأ ليه وبعده مش عاوز يطعب نفسه التابلت ما كانش بيستخدم إلا وقت الامتحان ودي بدأ النهاردة إن الطلبة ما دخلتش كفاية على بنك المعرفة ولا تعلمت كفاية بالنسبة إزاي قدر يستفيد من الوسيلة اللي هي المعاهدية اللي تم تكلفة الدولة فيها مليارات الجنيهات يعني الطالب هو اللي يبحث عن المعلومة وهو اللي يقرأ فدي كويس جدا إنه ما يقباش إن التابلت كفاية طالما إن المعلومة موجودة عندي أطبعها ليه مرة تانية في كتاب تاني يعني حياتك شايف إن طباعة الكتاب هو إهدار للمال وتضيع للوقت بالضبط وبيخل الطالب لا يعتمد على بنك المعرفة ولا يعتمد على المواد اللي هي أصلا محملة عنده طيب إحنا عايزين طبعا ساعتك تقولهم طب يعني يعرفوا إزاي المنهج إزاي يدخلوا على التابلت إن فيه كتير فعلا السنة اللي فاتت ما دخلوش للمتحانات أوجههم إزاي يعني يتعاملوا معك؟ هو فندم كل طالب المفروض بيعملوا أكاونت على بنك المعرفة بنك المعرفة فيه فيديوهات بتشرح المنهج فيه كل اللي الطالب هو عاوزه وفي نفس الوقت بيساعده على إن هو يبحث ويبتكر ويفقر جالي وحضرتك بتكلمني بالوقت حد بعت رسالة بيقول طب أنا إزاي يعني خلاص الامتحانات والمفروض الامتحانات أوبن بوك وأنا مش يعني تانية سنوي إزاي بقى أوبن بوك مثلا ومش مفيش كتب وهاتف نحن هو من عام القادم من السنة الجاي أي من عام القادم مش من السنة دي السنة دي كتب اتبعت وتسلمت للطلبة خلاص الوزير أعلم من عام القادم من المرحلة السنوية خلاص هيبقى فيها أولى سنوي تابلت تانية سنوي تابلت تالت سنوي تابلت صحيح إذن أنا مش محتاجة الكتب الكتب الطبعة السنة دي فقط لغير إنما هاتباره من عام القادم الوزير صرح أنه مش هيتم طبعة كتب طيب الأستاذ اللي بسنة تانية سنوي وبيبعد سؤال لسيادة المستشار بدا وعلام بنقوله ارجع للمدرسة واخده الكتب الكتب موجودة كلام ده من السنة الجديدة رد نصح صح وزي ما بيقول سيادة المستشار بدا وعلام نحاول أن احنا نتطلع وندخل على بنك المعرفة ندخل على التابلت عشان نذاك طيب عندنا تاني عايزين نوضح أبليكيشن للمدرسة الخاصة سيادة المستشار والله هو احنا عندنا المدارس أنواع مدارس الدولية مدارس اللغات مدارس العربي مدارس العربي كاد ينعدم فيها موضوع الأبليكيشن أو إذا وجد بيبقى مبلغ صغير 200 جنيه أو كذا لكن المبالغ فيه شوية في المدارس الدولية أن الأبليكيشن بيوصل لمبلغ كبير وده احنا السنة اللي فاتت لما اتكلمنا في هذا الموضوع قلنا على كل ولي أمر والمدرسة كمان ملتزمة بهذا إذا الولد نجح في الاختبار ودخل المدرسة والاختبار للأبليكيشن مش معناها أنه تعجيز زي ما بعض أولئك أمور بيعتقد هو تقييم الطالب إن كان من زوال احتجاد الخاص يحتاج دمج أو إن كان طالب طبيعي هيدخل المدرسة عادي الأسئلة اللي بتوجه للطالب ما هيش أسئلة عجزية لكن المبلغ اللي بيتدفع في الأبليكيشن دخل الطالب المدرسة بيقصم 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 المصرفات أما إذا ما دخلش المدرسة له الحق أنه يطالب بهذا المبلغ بعض الأولئة والأمور له الحق لأنه أنا ما قابلتش في المدرسة ودفعت أبليكيشن آه يعني لا ده فيه معلش فيه مدرس خاصة يا سيد المستشار نعم بتاخد يعني مثلا بيقولوا ألف جنيه الأبليكيشن في المدرس الخاصة مش الانترناشنال ولا الدولية لا وبعد ما بيأخذ بيقول لك لا دي للملفات والمصاريف لوحدها ده يا فندم لا الملف ده لا مخالف لا مخالف طبعا وولي الأمر بيسترد أو بيتحسيب له جزء المصرفات لو دخل المدرسة آه لكن المشكلة فيه في المبلغة أولية الأمور في هذا الموضوع آه بيقولوا أن ان الانترفيو تعجيزي آه أن الأسئلة اللي بتوجه للأب والأم آه والطالب مش طبيعية آه أنه بيأخذوا الطفل هو عنده أربع سنين يقعدوا معه لواحدهم طبعا الطفل بيتخض آه ويبعد لأنه بيعد عن ده عن أهله بالعكس ده المدارس بتاخد الطفل ده وبتدمجه مع الأولاد بتشوف هو إيه آه يعني هو الهدف أساسي أن الطالب ده مستوى زكاءه إيه يعني هل هو محتاج أنه يبقى دمج آه زاوي من زاوي الاحتياجات الخاصة آه ولد آه عنده فرط حركة آه آه ولد عنده توحد آه ولد فيكتشف من اللقاء آه أو الانترفيو بالنسبة للطالب آه من خلال الأبليكيشن تمام طب ده كلام جميل ووضحته أمور كتير سيادة المستشار بداء وعلام في هذا الأمر آه سيادة المستشار بداء وعلام رئيس مجلس أماناء محافظة الجيزة طبعا فيه أمور كتير جدا عايزين نتكلم فيها منها آه دور مجلس الأماناء في النهوط بالتعليم وزي ما قلت لحضرك في البداية إن لو لو فحل آه مجلس الأباء والأماناء والمعلمين تفعيل آه كامل في العملية التعليمية آه 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 هيبقى له دور عظيم جدا وتعترف به بدوره التنفيذيين آه لأن النهاردة أنا كمجلس أماناء معاون لك أنا جاي علشان أساعدك في العملية التعليمية صحيح مش جاي علشان نخش في صراع من أجل حاجة معينة صحيح ده إحنا كل الهدف الطالب آه إن إحنا نرتقي به ونرتفع به ونعلمه آه عندك مشكلة في المدرسة بتقابلك من أولياء الأمور بيقدر مجلس الأماناء يحلها مع أولياء أمور آه أمور المدرسة آه عندك مشكلة في المعلمين آه برضو نفس الشيء ده دور مجلس الأماناء برضو ده مجلس الأماناء ولذلك آه لو تم تفعيل دور مجلس الأماناء حيوفر لك كمدرسة أو كإدارة أو كمدرية مشاركة مجتمعية جادة ليس لها هدف إلا الإصلاح حيوفر لك آه آه برامج تعليمية وتدريبية للمدرسين للطلبة هيقوم بدور عظيم في تفعيل الأنشطة في المدارس والأنشطة دورها مهم جدا لا يقل عن ناحية التعليمية في كل المدارس أي النهاردة الطالب بيروح المدرسة ويبقى سعيد جدا بأنه يمارس أنشطة لأن دي اللي بتكون شخصية الطالب بتخليه اعتمد على نفسه دخل في فريق تمثيل دخل في مصرحية دخل في غناء دخل في تعليم تربية موسيقية تربية رياضية من المدرسة بيطلع كل شيء العلماء بيطلع المبتكرين والمبتدعين بيطلع الفنانين بيطلع كل الأطباء رئيس الجمهوري كله بيطلع كله بيخرج من التعليم فلابد أن احنا يفعل دور مجلس الأمناء ودوره الأساسي في معاونة في العملية التعليمية والمشاركة المجتمعية وكل دول العالم على فكرة تقوم على المشاركة المجتمعية أغنى دول العالم بيقوم على المشاركة المجتمعية كل المدارس ويجب احنا من هنا برنامج بتاع سيادتك أن احنا بناشد رجال الأعمال اللي هم تخرجوا من مدارس أنه كل رجل الأعمال يتبنى مدرسة ويرفع كفائتها ويتولى برامجها ويجيب لها كمبيوترات لو كانت نقصة كمبيوترات لو أنها من ناحية التعليمية يقدر لأن ده عنده انتماء للمدرس وأنا أعرف ناس كتير الحقيقة قاموا بهذا الدور وأن ربنا يجعلوا في ميزان حسناتهم وإن شاء الله مصر بالتعليم لأنه هو التعليم الأمن القومي لأي دولة في العالم فما بالك لمصر اللي هي أم الحضارة احنا كل الأطباء العالم وكل العظامها في العالم من مصر صحيح ويمكن أنت ليك دور فعال سيد المستشار بدا وعلام رئيس مجلس أمناء وحفظة الجيزة ليك دور بالفعل بناء ولفت نظرنا أنه فيه برضو رجال أعمال بيقوموا بهذا الدور يعني أنه بيساعدوا وهو حالتك تقصد المدارس الحكومية أنه يساعد المدارس الحكومية الغير قادرة على ناحية التعليمية ونشاطات التعليمية والحقيقة هنا يسكر للتعليم الخاص وخاصة في محافظة الجيزة أنه تبنى كثير من المدارس الحكومية وقام بالدور الوطني تجاه هذه المدارس ومش عاوزة نسكر أسماء كثير من الأسماء في التعليم الخاص فعلا قاموا بدورهم تجاه الدولة يعني طب لو بعض أسماء كده برضو يعني ما هو حتى لا كل شارك يعني كل مدارس الجيزة بتشارك كل المدارس الخاصة في الجيزة عندنا 500 مدرسة خاصة في الجيزة لا يطلب من أي مدرسة خاصة أي مشاركة مجتمعية لأي مدرسة حكومية إلا ويوافق على الفور ويكون سعيد جدا أنه بيعمل هذا العمل دور الأستاذ خالد حجازي إيه في محافظة الجيزة هل بيعونكم ولا بيبنى برضو بالعكس بالعكس يعني هذا الرجل يذكر له الحقيقة أنه هو يعني حرك المياه الرقيدة في الجيزة المبادرة الأولانية اللي عملها متميزة يا جيزة الحقيقة كانت من أحسن المبادرات اللي تعملت والجيزة لم تشهد مثلها من قبل المبادرة التانية اللي هي اللي بدأت وهتتكمل فيه الترمي التاني نفس الشيء النهاردة خلت كل الطلبة يحبوا الطبور كان 50% من الطلبة أكثر ما كنوش بيحضروا الطوابير بقى الطبور النهاردة فيه أنشطة بتمارس داخل الطبور النهاردة بقى فيه مسابة أوائل طلبة داخل الطبور تربية موسيقية داخل الطبور منافسات تربية فنية داخل الطبور أصبح كل اللي بيحب يعاوز ويقرم الفائزين في الطبور وعلشان كده هيعمل كمان أنه هو اللي فيه لجان بتمر على كل المدارس بتشوف أحسن تعلم نشط فصل تعلم نشط يبقى إذن هنا حسننا العملية التعليمية وخلينا المدرسين يتباروا في أن مين يوصل لأحسن درس في التعلم النشط فدي حاجة حاجة ممتازة جدا ومحد السابق فيها قبل كده الحقيقة احنا بنشكور على دوره في التعليم وهو فعلا رجل بيحب بلده ووطني ومخلص ونفسه التعليم في الجيزة يبقى أحسن من جميع المحافظات أيه هو شخصية جميلة وكان معنا ضيف في حلقات صباح بكر أحلى لأنه من الناس المتميزة بالفعل ونشط وخلى مديرين الأدارات كمان يعني تعلموا منه ده ولا ننسى له دوره هو اللي شجع الناس على المشارقة المجتمعية في محافظة الجيزة النهاردة لما تيجي تشوف مدرية تربية والتعليم بالجيزة تلاقيها تغيرت تماما ما تعملش فيها حاجة من 30 سنة لو رحت النهاردة تشوفها يعني حتى من ضمن المشارقة المجتمعية حد عمل أسنصير لكبار السن في المدرية تغيرت وجهة المدرية تماما داخل المدرية الحمامات بقت مدرية حضرية بنشكره من خلال ساعتك ومن خلال برنامج صباح بكرة أحلى عايزين كنت في أحد المرات كان في مشكلة بالنسبة للنت مع التابلت ويطردت حل ولا لا والله هي دي احنا برضو من برنامج بتاع سيادتك بالناشد وزارة تربية والتعليم انها لا تحتكر التعاقد مع شركة بعينها حتى الاسعار تقفض فيه منافسة النهاردة لما يكون اللجنة تتكلف في حوالي 15 أو 20 ألف جنيه لما يكون مدرسة فيها عشر لجان يدفع له 200 ألف جنيه فيه شهرين طبعا ده صعب جدا لانه لا طالب هيقدر يتحمله ولا مدرسة هتقدر تتحمل هذا الكلام تمام بينما ان فيه ناس كتعمل شبكات داخلية ولم وما سمحوشي وفي بداية التفاوض ما احنا الكجمعية ما تفاوضنا معهم يا جماعة انا عامل شبكة داخلية داخل المدرسة في التعليم الالكتروني في الوزارة فالليه ما تخلونيش ادخل من خلال الشبكة بتاعتي على على موقع الوزارة على شان الطلبة بتوعي يقدروا يمتحنوا الكتروني بدل ما امتحنهم ورقة لاننا كمدرسة تكلفة عالية وخاصة نحن نقول السنوي في المدارس الخاصة يعني هما 650 مدرسة على مستوى الجمهورية سنوي الاعداد اللي فيها تتجاوز 3 فصول 4 فصول 5 فصول بالكتير 5 فصول وينمو يعني 15 فصل يعني في المدرسة فاذا النهاردة مكلف التكلفة العالية دي يبقى ليه ما يكونش فيه اكتر من شركة يعني لما سمحوا اليوم الخميس اللي هو قبل الامتحانات مباشرة اللي عنده شبكة داخلية ودلهم الباسورد للكود نمبر بتاع كل طالب وطبعا احنا نعلم الامتحان ما بيجيش امتحان مواحد لللجنة كلها طبعا ده طالب بيبقى جنبه طالب اه ده امتحان وده امتحان وده امتحان اه ده 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 بس الامتحانين في مستوى واحد يعني هي دي الأسئلة مختلفة الأسئلة مختلفة بحيث ان ما بيجيش فيه مجال لانه حد يغيش صحيح طبعا نعلم ان بعض الطلبة حتى كود واحد لكذا ده تلغى امتحانهم طبعا كل من يريد افشال المنظومة مش هيقدر لان ده نظام هيمشي ان شاء الله وحيستمر والصالح ابناءنا الطلاب طبعا احنا بندوم صوتنا لصوت حضرتك ولكن في اخر البرنامج ما يسعى ناشد لان احنا يعني اولا نشكرك لانك شخصية عام 2016 عن جدارة احنا كنا سعداء جدا معاك طول الحلقة نفسنا نقعد معاك طول اليوم والسنة لانك انت صاحب ايدي بيضاء اسمح لنا سيادة المستشار بداء وعلام ان احنا اولا يعني نديك المصحف كتاب ربنا و يعني اسمح لنا ان احنا يعني نديك شهادة تأدير شكرا لما تفعله في التقدم في مصرنا الغالية تفضل سعداء جدا وعايزين كل ما اخيرة من حضرتك نتمنى ان شاء الله باذن الله في عهد رئيس عفتاح السيسي ان مصر فعلا تمشي على هذه الخطة وتنهض في كل المجالات في التعليم والصحة وطبع احنا نعلم ما يدور في الصحة وما يعلم ما يدور في التعليم ان شاء الله مصر الحياة الكريمة لكل من هو يعيش على صعب مصر على ارض مصر ايه فان ان شاء الله في عهد هذا الرئيس المحب المخلص لوطنه ونتمنى الجميع يتكاتف ويعمل من اجل مصلحة مصر طبعا احنا 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 بنضم برضو صوتنا مرة تاني لحضرتك تحية مصر وعايزين كلنا يعني نقف في ظهر مصر شخصية المتشار بدأ وعلام تستحق اكتر من كده هو رئيس مجلس امناء محافظة الجيزة ونائب رئيس مجلس ادارة المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية هو بيقف وراء كل حد محتاج سواء ادارات تعليمية سواء وزارة سواء ادارة يعني ما بيسبش حد عشان عاوز ينهض بالعملية التعليمية وكمان ليه حاجات تانية كتير احنا ما كلمنش عنها احنا بنقول ان ده بطل فدائي محدش يعرفه احنا حبينا نلقي صورة على شخصية جميلة ذات ابتسامة رائعة وايدي بيضاء جميلة احنا بنشكرك سيادة المستشار بدأوا علام شكرا يا فندم وشكرا على الكلام ده انا ما استحقوش لا استحقق اكتر منه والله سيادة المستشار لكن احنا وقتنا للأسف بيعد بسرعة بفكركم عندي برنامج ليف وارجع تاني على القاهرة الكبرى اتنين ونص النهاردة على القاهرة الكبرى عن الاشعاعات وعن تجديب الاشعاعات والقول الحقائق عزيزي المشاهدين صباح بكرة احلى السبت من كل اسبوع في نفس المعاد من تمانية لتسعة عزيزي المشاهدين احنا سعدنا بكم وسعدنا بالمستشار بدوى علام شخصية عام 2019 نرجو ان نكون قد اسعدناكم حلقة جديدة ولقاء جديد وبرنامجكم صباح بكرة شكرا